السلام عليكم وحمد الله وبركاته وجمعة مباركة علينا وعليكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغبل الصالحات من الأعمال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر المبين لشعبنا وقواتنا المسلحة الظافرة الباسرة المنتصرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضمد جراح هذا البلد ويتغبل الشهداء والجرحة ويرد المفقودين ويطلب صراحة الأسر إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحقيقة يا أخوانا طبعا قهط الحاضن السياسي بالنسبة للميليشيا والمساند الأول والأخير المسوق عالميا وداخليا لمشروع لاحتلال الدولة يمكن يكون بطلت كل السحرائح فشلت كل أسلحتها اللي قصدت تغذبها البلد عن طريق هذه الميليشيا أما دفوعة الأجر من الخارج في الحرب المباشرة على البلد يمكن يكون نحن بقينا زي الكورونا كورونا واحد وكورونا ثلاث وكل مرة يتحور هذا الفيروس في شكل من الأشكال يعني زي ما شدتوا براكم الفيروس الكورونا بدأ يتحور وكل مرة بيشكل بيجي بصورة أعنف وبكده لكن في النهاية يعني الإنسان بيكون أخذ مناعة يعني بأكبر من إنه يتحور أو يتحول أو كده فغط هي بدأت تتحور من زمن يعني وبتتحول وبتشفى على مشروع واحد يعني هو المشروع الخارجي القائم على فرض الأقليات في الدول أقرواها دي في التاريخ كلها المشروع الغربي يقوم على فرض الأقليات سواء كانت أقليات اجتماعية أو أقليات دينية على حساب الأكثرية الموجودة في الدولة سواء كانت الأكثرية دينية أو كانت صغافية أو كانت إثنية يقوم على فرضها على الأكثرية وبيديها المشروع الغربي في نسخته السيئة أسوأ نسخة في المشروع الغربي بيقوم بملك اليار بيديها اليار بحيث إنها تحكم بيها هذه الأقليات هو يبدأ يبقى السند الأساسي وعلى ما الضهر المعتمد عليه هذه القوة الداخلية المسنودة من الخارج الحاملة للمشروع الخارجي السند الأساسي هو الخارج يعني المعادلة كده في مشروع خارجي الغرب بدأت ينفزه في بلد ما من أجل يضعاف منعته الوطنية ويستلاب خيراته ووضعه تحت سيطرته بيقوم بيجيب أغلية اجتماعية كانت أو سقافية أو دينية على مستوى البلد المحدد لتفرض الإرادة على الأكثرية الداخلية هذا المشروع لا يستند على قوة واقعية وإنما يستند على الخارج لأنه كده أي دولة تلقى فيها يعني مشاكسات سياسية مستند واحد من الأتيان حقتها والأضل حقتها على الخارج تفهم إنه هذا المشروع ليس فيه مصلحة للدولة دوالي يعني مسألة دي ما وزال محتاجة للتلفت ولا قراءة كتب ولا دراسة جامعات ولا كده أي مشروع أهل الملتفتين إلى الخارج وإلى الاستناد إلى الخارج وكده تعرف إنه هذا المشروع غربي لا علاقة له بالشعب ولا علاقة له بالأرض ولا علاقة له بالمشروع مصالح الدولة ولا علاقة له بمغدراته ولا بمكتسباته للشعب هذا كلام واضح بالنسبة لكم فقعت لما انفشلت في إنها تعمل مشروعة وكل مرة بتتحور زي فيروس كورونا وبتتحور ما سيئنه عامل المدافع الأول والأخير هي إنه مع هذا التحور بيأخذ الإنسان مناع مع عامل التحور بيأخذ الإنسان مناع الجسم بيأخذ مناع وبالتالي يبقى يسهل جدا التعاون مع هذا الفيروس في أشكال الجديدة قعت الليلة اللي قتلها سبا واحد من الناس ضابط كان مخابرات فيجي هذا العمل سابق عملت معاه اللغاء واحدة من الإزاعات الداخلية أنا ما مختلس للموضوع لأنه دماء اهتمامنا اتكلم قال والله يا أخي بعض الوافدين من القبائل بتاعت الشريك يحتاج إلى تسوية جنسية وفي مشاكل فيه هويته الوطنية الكلام كده في هذا الاتجاه لكن قحت نسيت كل تاريخه بتاع الفتنة وتاريخه بتاع انه الرئيس يمشي البشير كان بيلاقي ناس كثلة يقوم يقولوا لذلك ما ناس كثلة ديل هوسة ماشيين يجنسهم الرئيس ماشي يجنس البني عامر جاب ابراهيم محمود لأنه أصلا ما سوداني الكلام ده كله كان بتقوله غحت كان بتقوله غحت على اللغاءات البتيم على مستوى الدولة في السودان ونسيت غحت الكلام ده كله لكن لما لقت ضالتها وإنه أسلحاتها فشلت وتجاربها سقطت وبوضاعاتها كسدت قالت خلاص تسمست تسمر في هذه المقولة وتحورها بإنه الزلدقى أصدر بني عامر وكان بني عامر ما سودانيين ودي كبيلة يعني ما عندها وصول وأكوأكوى المشكلة وهكذا بده يشعله بالفتنة هم ما موقع ترسل لأنه يشعله فتنة ولا ما يشعله فتنة ده ما موضوعه يعني هل غحت هي متورعة إنه ما تشعل فتنة إذا غحت متورعة ما تشعل فتنة بعدها شنو أتبحميها إنها ما تعمل فتنة هل عندها بعدي أخلاقي بمسي الدين يعني غحت العلمانية الناكرة للدين ومغدرة الإسلام على حكم البلد وبتجي تجيب ربايبة وظهروا لها بعض الأحلاف من بعض الشوارد الإسلاميين هل بتكلموا عنه الدولة الحديثة لا تستطيع أن تستوعب الإسلام طيب نخلي الإسلام يعني نخلي الإسلام يعني نخلي الإسلام يعني محبوب وغير وغير من الناس العنفة ومفكرين دين اللي استلبت هويتهم والفكرية وإنه الدولة الحديثة لم تستطيع أن تتوأم مع الإسلام يعني ما استطيعنا نحن نفرض الإسلام داخل قولبة الدولة الحديثة طيب هل نخلي الإسلام يعني يعني في فكرة كون نخليه والله نجيب الدولة البتناسي والإسلام ببساطة يعني خلي هو الإسلام حادث وإلى الإسلام قديم بالنسبة لل بالنسبة للصفصصاتكم الغربية ومغولاتكم البائسة والفغيرة والتي تستند إلى أدنى مغمومات الصمود في إنها تكتب لها ولا تتحدث عن نفسها إنتوا قالين نحن أغافلين لكم والموضوع ده لا نحن فكريا جاهزين لكم نحن والله فكريا جاهزين لكم ما تستطيعوا تتنازلون خمسة دقائق لكن الآن بعد ما شعلت الحرب وحولت في التحور بتاع الكورونا بتاع غهتي ده حولتها إلى بندقية وحرب قلنا المسألة تتحزم عسكريا لحد ما البلد تنظف بعد ذلك نحن نشوف كلامكم بتعقيلة وغالة والفلسفات الفارغة اللي بتقولوا فيها وإنتوا قالين أنت رفسكم طرحتوا فلسفات جديدة ما طرحت فلسفات جديدة النازل من زمان الكفار قالوا يا ظل الله مغلولة قالوا يا ظل الله مغلولة يعني ما يعني ما تقر تمتد إلى الاقتصاد ولا إلى السياسة ربنا قال غلت أيديهم يعني المضوع ما جديد إن تقول الله يعني الغرام ما منظر للسياسة ولا الغرام ما منظر للإقتصاد ولا الغرام ما منظر لا لا دا كلام قديم بس إنتوا بتقوله بلغة جديدة وافتكين نفسك في نسوف يوض قمش يتلمنم يوض قم يتلمنم يوض شوف لك شغلة لكن الجديد قلت لكم إنه قهت شالت هذا التصريح وعممته واتساقته بين الإسلاميين وحاولت عاملت على تسويقه في الندرائم في البني عامل مع أنه هما ما عارفين الجغرافية ولا التركيبة بتاعة القبيلة حق هذا البني عامل ذاتنا ما عارفين والله أنا أكاد هما ما عارفين البني عامل لا مرجعيتهم ولا خلفيتهم ولا تشكلاتهم ولا عقائدهم ما عارفين ما عارفين البني عامل دي قبيلة صلبة متعلقة بيشنو ولا مرتبطة بيشنو ما عارفين هو ما عارفين وقال لنا البني عامل دي ناس هشين كده خلاص يلا قحت جاتنا قالت لها طار كده وقال فلان قال خلاص البنعامر قام وإسلامين قاموا ضدنا والبلد وجنسياتنا لا لا باشا لا لا باشا دي قبية مؤسرة ومؤسرة وقاعدة وموجودة عندها رواسيخة وفكرة وعندها قيادات وإنتاجة هل تعوير يعني؟ عوير أهبل؟ ما هو أنت كما أهبل عليك الله عليك الله أنت يا أخي حطاوي كما أهبل يسلموك يا أخي يسلموك تغيير بسم الدلع يسموه صورة كويس معاك تندفق معاها البلد ويسكت الكبار ويمرق الصغار والعالة والبر يدعمها ويقيف معاها ويدلع فيها ويديها في الحاجات ويعملها في برنامج ويلبس يكسي فيها عليك الله تنتهي باك إلى السجون تنتهي باك إلى السجون يا أخو تنتهي باك إلى الحرب يتنظل ما عندك موضوع يتنظل ما عندك موضوع ويتجاي تصارع أنا ما بيتكلم عن الإسلاميين الإله لكن أنا أودك نموذج واحد من الإسلامين الإسلامين ده ومن عمله تغيير عسكري عمله تغيير عسكري يسمع بالإنغاز تغيير عسكري بقوة عسكرية محدودة حولها إلى صورة حولها إلى صورة صورة في الاقتصاد صورة في التعليم صورة في التديون يا أخي أنت أهبار والله شنو؟ أنت قدرنا ولا كتفنا؟ أنت ما قدرنا ولا كتفنا لكن آ� prioritize الليلة انت لقيت نفسك في مواجهة مباشرة مع الشعب السوداني لقيت نفسك في مواجهة مع الشعب السوداني وجها الي وجه من الصغير للكبير لانو جبت لك ميليشيا فاجرة هذه الميليشيا المتعدية اسلحتك الصديقة بتغتصب وبتنهب وبتقتل ما خلت صغير ما خلت كبير ما خلت اسير ما خلت جريح ما خلت عضير ما خلت زو حوجة ما خلت اي زول في البلد نأسفت كل مراسة دولة كل مراسة دولة لان شعاركم كان قلت يا نحكم نحن نفكيك طوبة طوبة كل ده شعاركم انتو اشتغلتو عجب انتو فاقلين نفسكم بتفتنوا الموضوع ده واوزوا بذل الفتنة في الشرك انتو ساعتو الى ضرب مؤسسات الشرك باختطاف اتفاق وكتوب في جوه ما بين الطرفين طرفين الدولة هو طرف ثاني وخليتوا البلد كلها الشركة اللي يحترب لكن الشرك كان فيه وعي كان فيه اساطين وفيه رجال ورغم الفتنة اللي انتشرت ورغم انكم زرحتوها وحاولتوا تعجيوها لكن الناس قدروا حاصروا وقدروا قدروا حجموها نحن دار نقول لكم يا جماعة شوفوا البلد السودان ده نحن بما نعتبر فيه حق المواطنة ده امريكا ازا امريكا الكافرة اجات على انقاض السحل الهنود الحمرو واسست لها دولة السودان ده قبل 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 امريكا مؤسس بستمائة سنة مؤسس قبل امريكا العجبة كنت بستمائة سنة عنده حضارة وعنده تاريخ وعنده دولة وعنده براس لكن ما اقترب جهلا انتو انتو جهلا جهلا وعملا الجاهل دايما يسهل استغلاله الجاهل يسهل استغلاله يسهل توظيفه شكدي وظفكم ضد البلد وظفكم واشتروكم دراهم معدودة وكانوا فيكم من الزاهدين وكانوا فيكم من الزاهدين وانتو راجعات قدر ما تتراجع الميليشيا من الميدان ويتم سحلها وسعقها من قبل الغوات المسلحة والمشتركة الغوات المشتركة معها كلما يتراجع الغربي من دعمكم وإسنادكم وكلما تسحون في الارض من غير دليل كلها شغالين كده نحن ما الناس اللي أنا بتنقشونا في الدولة ومواطنتها نحن أي زول قاعد في البلد مواطن وقاعد ومواطن أسيل وقاعد في البلد والبلد نحن يا جماعة قلنا لكم بلد دي ميراس زول بيركب من أخصى الغرب من أخصى الشرق من أخصى أي حدود بيركب بيجي شاية الشنط ويزل في الطرف بيقعدوا شوية بكرموه بنزلوا في ديوان العمدة لأنه ضاف بقى شوية بيزوي فتة العمدة بقى شوية بيفتحة خلوة بقى شوية بيعمل م retard م Lehman S,yid بقى شيخ بقى شوية بيبقى ولده بيبقى وكيل الناصر انا عندنا مشك��ة في الموضوع ده كله كله ولا في معانا في الموضوع ده لكن لأنه انتوا البتدعونا في الموضوع ده لأن الدولة الغطرية حاكماكوا إنه دي أخطار مربوطة ببعض كل دول عنده حدود وعنده طريقته والدولة الأوهمكم بها الدولة الغطرية دي هي العمل أول فتن بين الدول هي العمل أول الفتن الحدودية بين الدول وعمل الاشكالات والتقاطعات بين الدول ليس الحاصل ذا لكن انت جهلة انت جهلة اخي انت خرق ما بتعرفه quien لا بتعرف تقول نا بتعرفه تدرسه انت يا اخي ما بتعرف الاضرر زاته والله أنا اكاد وجزم كلاما لو قلتت في سنة العام الفينو واربعة في جامعة شين في رقون نقاش قلتو والله العسلدة لو دير يضر مايعرف يضر المضرة ذاته بعرفول الإسلاميين. المضرة ذاته بعرفول الإسلاميين أنتوا وردونه. لأنوا جابوا لهم ملتوف جابوا لهم ملتوف كان داي فرتكوا الحملة الانتخابية فجابوا ملتوف ضربوا في الجامعة الملتوف ذاته ما ما نفجر ما بعرفوا يركبوا مضرة ذاتة ما بعرفونها وترمسوا المضرة ما بتعرفوا ولسه بالتاريخكم يا أخي شاكد يا جماعة يا جماعة ما هنتوا اللي بتعملوا فتنة لأنه في واحد صرح قالوا والله فلان عنده جسية ولا فلان ما عنده جسية ولا كده أبدا هنتوا كان كنتوا حقانين كانت تقولوا زولتا كلامه يلزم كلامه يلزم لأنه ده ما كلام بتاع مؤسسة ولا كلام بتاع حزي ولا يطار ولا تيار ولكن لا لأنه دارين فتنة وخلاص أقاموا لأنه ده السلاح الجديد ده السلاح الجديد الآن والله انتم محاصرين في أي حدة محاصرين والبشريات غادمة الساعات القادمة تحمل البشريات للشعب السوداني بشريات غادمة كلما يسقط موقع تنهار اتجاه لأن المعادلة ما معادلة موقع إلى موقع كونوا فهمين الكلام ده المعادلة ما موقع إلى موقع ما موقع ومدرمان ده تفتحت من بعد أن تم إخلال إزاعة ناس محاصرين لهم عشر يوم غالبون يصمد العشر يوم راحوا وسلموا نفسهم مرقوا بره نجغموا انتهى الموضوع فتحت ومدرمان الجيش ده محاصر عشرة شهور عشرة شهور بيشرب 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 كوباية بتاعة مديدة وبأكل له كوباية بتاعة روس عشرة شهور عشرة شهور مش بيأكل الطعام الجابة لأمارات المطهي ولعنده الحية المسخنة وكذا لا بيكوجة البسيط هذه ده الجيش يسأل هي بيعمل كذا ليه لأنه صاحب قضية لأنه صاحب القضية ما بيأس ولا تخاف من الموت لأنه عنده مصاير أخرى راجية مصاير ربنا قال كذا قال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون لله ما لا يرجوه وترجون من الله ما نحن عندنا حاجة راجلنا عند الله قدام إنت راجي شنو؟ إنت راجي دالوة العطاوة؟ هل تقلوا؟ راجي العطاية والسلب والنهب والحولت للضعان؟ راجي تشيره يعني؟ وترجي تعارسه مقرون؟ إنت ده كل مبتغاك؟ لا نحن ما عندنا مقرون نحن راجيين نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى نصر لشعبنا وحماية لبلدنا وإن استشهدنا فلغار ربنا نلاقي ربنا هناك بالقضية دي حسن القحاطي قاعد يقري منه القحاطي ما عنده البعد ده حسن القحاطي بيتفعل الدعام يقول له كاتل عشان شنو؟ طبعا ما عنده ما عنده فلسفة حيقول له كاتل لأنه ربنا بيديك الجنة ما دي في فخة القحاطي ما في حسن القحاطي ما في ما عنده عايزة الجنة ولا الشهادة ولا ده الله يعني استنفرك ولا قال لك كاتل ما عندك حتودي الزلوين؟ حتوديه تعملوا تسكارتي مثال للجندي المجهول وتقول له والله إذا لأنه كاتل في معركة كدة من أي إثبات دولة العطاوة الكبرى ولا دولة أهل دقل الصغرى؟ ما عندك حاجة يا أخي ما عندك؟ شاكد أنا بقول له دعامي وبقول له القحاطي أصلهم الاثنين وكدة ده ميليشيا هي بتمثل الجناح العسكري لهذه الحاضن السياسية والحاضن السياسية بتمثل وجه السياسي لهذه الميليشيا البندقية التي تغادل وكلهم أدوات في يد الغرب كلهم بيادق كلهم بيادق في يد الغرب والله يتحداهم الناس يجب أحد يعمل له سطر واحد membpes يقول له والله دولة 56 زي ما قال الناس قال الناس قال وليد ما دبه ده يتكلم عن دولة 56 بمعنى أنه دو دولة الجلاب وهو أمه والدته والدته ولد مادейств والدته وليد ما دبه وأبوه أمه شىقية أبوه ذاته الولد أمه شىقية وما عنده علاقة بالمكون الاجتماعي بتاع ريزيكات ولا رفع في فاتحة ولا دفع في جنازة ولا قاعد في فراشه ولا عقد في عرسه يا أخي يا أخي انتم الآن وقعين ضحية للأسف الناس اللي أولاده بغاتله ديه قاعدين قاعدين ضحية لذول ما عنده وفق وما عنده مشروع وما عنده برنامج وما عنده مستقبل ما عنده ده موضوع كله إن شاء الله حينتنطوي صفحته إن شاء الله وحتكتب للسودان صفحة جديدة صفحة كتبها أبناه بأشلاهم وبديماهم وتضحياتهم العزيزة كتب هذا الشعب بصموته وبصبره وباستبساله وبتغديمه وبينبوفه مع مؤسسة العسكرية حيكتبه الشعب السودان إنته حتكون وين والبيتكتب في صفحة التاريخ ده ما بينمحي والتاريخ ده بيحكم لنا علينا بيحكم وبيبقى هو الحاكم التاريخ بيحكم على الزول وبيبقى الحاكم الحاكم ده هو الحاكم على النفس كونوا فهميننا الكلام ده يا جماعة القحاطة طبعا ما بيعرفوا الكلام والله ما بيعرفوا يا أخي عليك الله هستي تكلم فينا والدالبوشي والكوسر والسيلك عليك الله ديل وديل عطالت الأحزاب اتكلم وديل يبقوا أصياد السياسة كما البلد افتهت لكن يا جماعة دي بلد جديدة بلد جديدة كل مواطن قعد وعارف نفسه أكفوين قدر لغدمك قبل الوطن موضعه كلاما لنا مقتنبيه وأقول للفريغ الركن عبد الفتاح البرهان نحن والله نسخ في غواتنا المسلحة ونسخ في جيشنا ونسخ في غراره ونسخ في تقديراته ونسخ في خططه ده كلام ما فيه مجامل لكن على المستوى السياسي نريد أن تتماشى الغرارات السياسية مع التضحيات التي تقدم من الشعب السوداني نري أن تتماشى الغرارات السياسية مع التضحيات حجم التضحيات التي قدمها الشعب السوداني حجم التضحيات التي قدمها الشعب السوداني سواء كان على مستوى المعارك أو سواء كان على مستوى إخراجه من بيته وتشريته وفقده لأمواله لأبنائه وما حدث له من ويلان غرارات تلتمي ولذلك لن نقبل بأي كدمول حايم في مؤسسات دولة لا نقبل بأي كدمول لا قحاطي ولا دعامي ولا غيره هذه المواصلات يجب أن تكون سلماً لهذا الشعب السودان يجب أن تكون سلماً لهذا الشعب السودان وخدمةً لخيارات الشعب السودان وحراسةً لمقتصبات الشعب السودان يجب أن تكون هذه المواصلات سلام ويجب أن نسمع غرارات مهمة بالنسبة للشعب السودان لتنظف هذه الأشياء انتم الناس عارفين وقلتوا كلامكم التصريحاتكم كفا الشعب استودالي دلان بنظل للتصريحاتكم دائر اعمالكم ودائر غراراتكم ودائر الغرارات المتابعة اللي بتوصل الناس للنهايات إن شاء الله حتى الملتقى من جديد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومانا المشاركين وجمع مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته